هذه أبرز العناوين توقيف لعب الوداد الريادي لمدة خمس سنوات بسبب الكوكيين في التفاصيل طريق السكشوي يحضر مفاجأة كبرى للفوز على المنتخب الأمريكي غدا في ربع نهائي أولمبيا لباريس النجم المغربي عبد الرزق حمد الله يسبب جدلا واسعا في الدورية السعودي بسبب انضمامه إلى نال شباب المنتخب الوطني المغربي للكرة الطائرة الشاطئية يغادر المنافسات أولمبيا دي باريس بعد الهزيمة الثالثة واليانا قبل ما نبدأوا ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باش وصلك دائما أخبار المغرب أتارت داول لائحة القرارات التأذيبية المتخدة من وكالة المغربية لمكافحة المنشطات في حق الرياضيين المغرب جدلا واسعا في أوساط الكوات القدم بعدما تضمنت اللائحة اسم أيوبا سكوما لعب الوداد الرياضي السابق خصوصا وأنه في نزاع مع نديه الحالي من أجل استخلاص مستحقاته المالية العالقة علمت المصادر المطلعة أن توقيف سكوما ليس قرارا جديدا اتضر من وكالة المذكورة منذ ثلاث سنوات عندما كان لاعبا في صفوف نادي الوداد الرياضي أشارت المصادر نفسها إلى أن تفاصيل توقيف سكوما كانت في علم سعيد الناصري رئيس النادي أنداك الذي فضل عدم الإفساح عن الموضوع حفاظا على صورة اللاعب أمام الجماهير الودادية خصوصا وأن الأمر علاقة باستعمال المواد المحضورة الكوكيينة وبخصوص النزاع المالي بين الطرفين كشفت المصادر ذاتها أن اللاعب قرر في الأشهر القليلة الماضية تحريك مصدرة الحصول على مستحقاته المالية العالقة لدى غرفة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتي قضت بأحقية اللاعب في 322 مليون سنتيم ومباشرة بعد صدور قرار غرفة النزاعات تحركت إدارة النادي لتجميع الوثائق اللازمة بخصوص قدية التوقيف سكوما من طرف الوكالة المغربية لمكافحة المناشطات وتضمينها لملف استئناف الحكم الشهر الماضي يستعد المنتخب الوطني المغربي الأولمبي لكرة القدم لخوض مباراة حاسمة في دور ربع النهائي دورة الألعاب الأولمبي باريس 2024 حيث سيواجه نظيره المنتخب الأمريكي غدا الجمعة ويطمح المنتخب المغربي الأولمبي لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور النصف النهائي مستفيدا من دعم الجماهير الغفيرة يشتشر الجمهور المغربي بقدرته على ملء المدرجات وممارسة ضغط كبير على خصوم المنتخب المغربي مما يعزز من معنويات اللاعبين ويأمل طريق السكتوي مدرب المنتخب المغربي الأولمبي في حضور الجماهير الكبير في مباراة المغرب أمام ناظره المنتخب الأمريكي غدا الجمعة ليكونوا عنصرا أساسيا في تحفيز اللاعبين ودفعهم نحو تحقيق الفوز والعبور إلى الدوري المولي الجماهير المغربية دائما ما تكون سندا قويا للمنتخب المغربي ومشاركتهم الفعالة في المباريات تفضي حماسا إضافيا على الأداء العامي الفريق يسعى المنتخب الوطني المغربي الأولمبي لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الهامة والكبيرة أمام المنتخب الأمريكي مدعوما بتشجيع كبير من قبل الجماهير الوفيرة في فرنسا اندلعت حرب كلامية عاصفة بين نادي الشباب السعودي والصحيفة الرياضية المحلية على خلفية الكشف عن تفاصيل العقد المالي الضخم الذي وقعه النادي مع النجم المغربي عبد الرزق أطارت صحيفة جدلا واسعا بعد أن كشفت عن حصول عبد الرزق على راتب سنوي خيالي يقدر بـ 8 ملايين يورو مشير إلى أن نادي اتحاجة السعودي الفريق السابق للعب سيتكفل بنصف هذا المبلغ خلال الموسم الأول من العقد الذي يمتده لثلاثة سنوات ولم يتقبل نادي شباب هذا الكشف ويعتبره تصرفا طائشا من قبل الصحافة مطالبا إياهم بتصحيح الأخبار ونفيه وأكد النادي على أن هذه المعلومات غير دقيقة ومارس ضغوطات كبيرة على الصحيفة للتراجع عن إذاعتها من جانبها أصرت الصحيف الرياضي السعودية على صحة المعلومات التي نشرتها مؤكدا أنها تمتلك أدلة دامغة تثبت صحة الأرقام التي ذكرتها بهذا الخصوص وأشارت الصحيفة السعودية إلى أنها تحفظت بنسخة من الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه بين عبد الرزق حمد الله ونادي شباب السعودي ونادي اتحاجة وتشير هذه الأزمة إلى وجود خلاف عميق بين نادي الشباب السعودي والصحيفة الرياضية السعودية حول قضية تتعلق بأسرار العقود المالية في عالم كرة القدم السعودية أقصي المنتخب الوطني المغربي في كرة طائرة الشاطئية في قياد محمد عبيشة وزهير الكروي من منافسات للعاب الأولمبية في باريس عقبة لقهم الخسارة الثالثة على التولي أمام الثنائي منتخبي كوبا صباح اليوم الخميس وخسرت تنائي المغربي أمام نظره الكوبي بجولتين دون مقابل بواحد وعشرون لأربعة عشر ثم واحد وعشر لإحدى عشر علما أنه انهزم في المباراة الأولى أمام المنتخب البرازيل بجولتين لسفر أيضا بواحد وعشرون لثمانية عشر ثم واحد وعشرون لعشر ثم أمام الولايات المتحدة الأمريكية بنفس الحصة بواحد وعشرون لإطنع عشر وثمانية وعشرون لستة وعشر تأهلت تنائيا المنتخب الأغربي لكل الطائر الشاطئي إلى الأولمبياد في الرابع والعشرين من يوليوز الماضي عقب التتويجي بلقب البطولة الإفريقية والتي احسدناها الشاطئ مارتي للشمال المملكة كانت تنائي عبيشة والكروي قد فازا في النهائي على المزنبيق بجولتين لسفر بعد التخطي عقبت جنوب إفريقيا في نصف النهائي بجولتين لجولة واحدة ترجمة نانسي قنقر